اهلا بيكو مرة تانية في البيت الكبير النهاردة ومع دخول المدارس ومع مشاكل الطفولة ومع مشاكل الطفولة وانحنا نتعامل ازاي مع اولادنا وبعد فترة كبيرة جدا من وجودهم في البيت وصعوبة انحنا نأهلهم تاني ان هم يتقابلوا الدراسة هنستضيف معنا الدكتور نور قسامة محمد استشاري تعديل السلوك ان شاء الله يقدر يفيدكو ونقدر نفيدكو بمعلومات مهمة في الفترة اللي جاية عشان نزاي نعرف نتعامل مع اولادنا اهلا بيك دكتور قسامة اهلا بيكو محمد دكتور نور بالوقتي مع بداية الدراسة ومع مشاكل الفترة الطويلة جدا اللي قاعد فيها الولاد في البيت ازاي اقدر اأهلهم من اول وجديد للدراسة اعمل له ايه طيب مبدئين كلا تعالي نتكلم عن من ناحية السلوكية قبل من نتكلم عن التدريبات العقلية خاني نقول اللي في حاجة اسمها هليكوبتر اباء هليكوبتر اباء هو الحماية الزايدة اللي احنا دايما نقافين على ولادنا فبيتحول ابني في الاخر للشخصات الكلية ما مبينش اي حاجة فمش يتقبل فكرة انه ينزل المدرسة او يتعب عشان دايما بيجيب له كل حاجة عشان ابني مش بتحامل المسؤولية عشان الاس صغير فيجبر ابني بعد كده شخصات الكلية مش عايز ينام مش شخصية عنيدة معشان الخاطر هو عرف ازاي ممكن يسيطر على بابا وماما تمام طب احنا هنا هنقف الاهتمام الزايد دلوقتي قريدي زاد يعني لو انا قريدي باهتم بطبيعة حالي به انا مع الكورونا ومع الضغط العصبي الشديد جدا اللي فيه الاباء اصلا من نزول ولادهم المدرسة وعدم نزولهم المدرسة هنزله ولا لأ هقعدوا في البيت ولا هيروح الانشطة اللي بتاعت المدرسة وقريدي كده فيه ضغط عصبي زيادة كمان طيب انا اقول حاجة اسمع الحب المعتدل يعني ولا التدليل الزايد ولا قصوة شديدة طب ازاي ندا نمسكها دي نمسكها ازاي بس لما نعرف ان خطورة التدليل الزايد والحماية الزايدة على اولادنا بتجيب حاجة اسمعها مرض اجبال غباط ان انا نقص فيتامين نو بفيش لأ اي حاجة مباحة حاضر 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 بيبدأ ابني عنده قصوة في منطقة الرضا بعد كده بيوصل لحاجة اسمعها الكذب الادعائي اللي بيبدأ مش حاسب الرضا بيبدأ يقارن نفسه بينه وانصحابه ده عنده كذا فيبدأ يجذب انا عندي كذا وهو مش عنده بعد كده بيقاصر على شخصيته طب اعملها ازاي المعدة الصعبة دي بسهولة جدا السواب والعقاب تبعى للسن يعني السواب بدأ ما اقولي ازاي نعاقب ولادنا هما عادينا عشان خاطر اكيد بيغلطوا بس لازم بيكونوا عارفين هما عندهم الفضول والاستكشاف فيبيجربوا تجارب ازاي قدر نمسك الحيط تالي واحد فكرة نناعمل سكورشيت لو ابني كان صغير حد 11 سنة بيعمل حاجة اسمها سكورشيت او صندوق الهداية صندوق الهداية ده بينفع لحد خمس سنين بعد كده سكورشيت بحدة المهام اللي انا عايزة من ابني انت في نفس التوقيت المهام دي هيخليه يتحمل فيها المسؤولية تروى السريرك معنا عشان هو هيبدأ مهارجل فوضوي جدا في البيت عاد فترات طويلة هو يعني دايما بنقول هو عاد فاضي ما بنزلش عدى فرصة احطه في سكورشيت يزاي يتحمل المسؤولية يتحمل يحط حاجته في الدولاي بتاعه سريره اكله يحطه في المطبخ حاجات الشخصية دي وحطها جول سكورشيت بعد كده يبدأ ياخد مهام اضافية جول البيت يعني يبدأ يتحمل مسؤولية البيت في وجود بابا وماما فببدأ كده يحس يبدأ يحس بسقط بنفسه ولو شخص مسؤوله جول البيت ببدأ ممكن يدينه مصروف ببدأ لو كان شخصته ضعيفة شوية فدي كلها حطه في سكورشيت اللي مطلوب منك مهام واحد دين تلاتة لو عملتها ممكن يسيبك على التابلت النهاردة لموتي تساعتين لو عملتها ممكن يجلبك حاجة فرانية اخر اليوم مش فور السلوك العامل صح عشان الموضوع ما يتحولش الرشوة يبقى انا كده في نفس الوقت استصمرته وقته احنا ممكن نقول ان احنا من ضمن سكورشيت انه يروح المدرسة وديله مكافأة على ده ده يبقى ده ممكن يبقى في سكورشيت حلو احنا موجهها ازاي بس بنقول استعداد الاولي لمدرسة احنا دائما بنغلط في استعدادات المدرسة الضغط يلا عشان عندك مدرسة يلا هنحط الكراسة ونجيب اللي إلام احنا اللي بنسبب رابط سلبي لعدم حبه او رغبته للمدرسة بتاعنا نعمل رابط ايجابي يعني ايه ممكن نروح المدرسة قبل معادها ونتفرج على فصل بتاعه الله ده حلو قوي انا بابا نعط جنب ابننا صغير حلو قوي انت تقعد هنا ده واو ده فصل جميل جدا نروح بس مرحلة قبل يوم المدرسة واحد يبدأ يختار الشنطة اللي بحبها جدا والجزمة اللي بحبها قوي والإلام اللي بحبها لو كان سنه صغير تحت 7 سنين بيحط له شخصية كارتونية اللي بحبها اللي بتحسسه اللي هو صور ماي بقى وبات منه شخصات اللي بحبها لو كانت بنت شخصية كارتونية بتحبها بعد كده بابدأ أخلي المدرس لو ابني كان مثلا بيحب مدرس فراني بيجيب لي ورقة أنا بحبك عشان انت مكتهد مثلا ويديها كل يوم كنوع من أنواع التشجية في البيت أقوله لو انت كنت شاطر بحسكه شي ده ما فيه حاجة مهام البيت ومهام لو كان فيه تمرين ومهام مدرسة فالله كنت كويس في مدرسة وكويس في الهومورج في الواجب بتاعك أنا النهاردة هجيب لك كزا ونحطه نقاط عشان ابني ممكن يحصل لك قصور في أي ناحية منه واحد ساعتها ميحش لأنا قتلته يعني خلاص بقى دمرته لا لو جبت خمسة هجيب لك كزا لو جبت عشرة هجيب لك كزا لو جبت خمساشة نقطة هجيب لك كزا فيبدأ يبع عنده الحافز اللي هو يعني بدل يلا دوية الساعة عشرة لازم تنام بسرعة عشان ترحى تصحى أنا كده عم تير رابط سالب على المدرسة فالحاجات دي إزاي كفؤه أكثر أحسن من إزاي عقبه يعني إحنا نقول إحنا مبدأ السواب أكثر يعني نخليه هو الأساس أو في الأول في المقدمة بتاعتنا عن مبدأ العقاب بالظرط طيط إحنا بيقابلنا كتير جدا مع ناس أو بنسمع في حاجات كتير جدا إن المدرسة بتشتيكي ابنك شائي ابنك ما بيعودش إزاي قدر أفرق بين إن أنا ابني يكون عنده فرط حركة وإن هو يكون شائي يعني أنا كوالية أمر أقدر أفرق إزاي إن ابني عنده فرط حركة وأقدر أتعامل معاه إزاي إحنا دلوقتي فيه شخصيات مختلفة فيه الشخصية اللي هي عنده رشاط حركي وفيه شخصية الحذرة اللي هي بتخير بتغلط بتغلط قاعدة ساكتة دي طيب الشقاوة هي شخصي مش قادر على بعضه طيب لو فرط الحركة لازم يكون مصاحب لي حاجة اللي هي إيه أول حاجة اسمها تشتيل انتباه يعني ربع ساعة بعد كده بيشتت أو عشين دي أبا كده بيشتت مش قادر يعود يقوم يعمل أي حاجة عقله مش قادر المصارات العصبية مش قادرة الدم بيقف فيها مش قادر يقعد أكتر من كده فلازم يقوم يعمل حاجة ويرجعتين ده المسبب الرئيسي هنا في أمريكا قاله إيه إحنا مش مسبب الرئيسي بس لم يقال له موضوع الحفظة والألوان الصناعية ونسبة الشكرات ونسبة السكر والحاجات دي وكلها بدأ فرط الحركة يديا درجيا فلازم نقال لحلوات والشكراتات والألوان حافظة موضوع الصناعية طيب ما هو الأطفال كلها بتشتغل على كل ما هو منطق صناعي وكله فيه موضوع حفظة يعني إحنا بنقول للأباء دي بقتي قللوا جامد يعني قللوا جدا الموضوع الحفظة إحنا هنقل يعني أبني يحب كده الشكرات بس بيأخذ كل يوم مثلا ممكن خليها يوم ويوم وخليها مكافأة على سكولشيت لو عملوا أبدأ خليها مكافأة مش شكل اعتيادي وقالين في حاجة تانية إحنا أكتر من ساعتين حيجي عندك خلالهم مصطل عصبية في المخ فيبدأ يهيبر وبيجيو تشتين انتباء لأي مدى خارج التلفزيون فلازم التلفزيون أخره من ساعة ونص أو ساعتين يوميا بس هيتبقى حتى لو فارط حركة قال عن تشتين انتباء فابدأ أخذ بالي لو أبني رايح لمدرسة ما تدوش بروتين عشان البروتين بيحتاج من ساعتين ونص أو ثلاثة أو أكتر في الهضم فساعتها الدم مش هيوصل في الفصل المخ بسرعة كافية فيجيو تشتين انتباء هلازم يعب رياضة أو أجريكو يعمل أي رياضة عشان يبدأ يطلع التقل حاجاته تمام ويبدأ أديله تمام لعشان خاطر موضوع تشتين انتباء احنا قلنا التلفزيون ساعة ساعة ونص بالضبط هل الأجهزة لوحية التابلت والموبايل بتقضع لنفس القاعدة هل هي هنقدر نقول ان هما كلهم حاجة واحدة كل ديكترونيات يعني التوتل بتاعت كله ساعتين ماكسومي في اليوم فيه أطفال كتيرة جدا دلوقتي مرتبطة قوي بالأجهزة باللابتوب بالتاب بالفوبايل الحاجات دي ازاي قادر أخرجه من نقطة التوحد مع الجهاز ده هو دائما ده فيه حلو كلمة التوحد فيه طبيب ألمانية سمت افتباط ولادني بالتلفزيون او بالتابلت توحد التلفزيون او توحد تابلت طب احنا عادين بساطات طويلة هو معزور اه معزور عشان مافيش حاجة يقدر يشغل بها وقته يعني ولا ودنا رياضة ولا استثمرناها في رسم اي موهبة فيه ناس تصطر حلو نروح ندي موسيقى غنى بيقلف حلو قوي حلو في معضيات رياضية او دي عمله حاجات فهو لازم اضيع الوقت الفراغ الطويل هو معندوش عندو وقته طويل احنا عندنا احنا قعدنا من شهر تلاتة احنا في شهر تسعة او شهر عشرة اهو تمام والاطفال قاعدة في البيت كويس تمام لغاية يعني مفيش نادي مفيش تمرين مفيش سباحة مفيش اي حاجة هو ممكن يعملها يعني ازاي بقى انا قدر اخرجه من الحتة دي تاني ارجعه للموده الطبيعي تمام زي ما قلنا ان الفترة اللي جاي كمان هيبقى التعليم الالكتروني يعني هو هيروح المدرسة على ما نعرف ابني مثلا هيروح المدرسة علشان الانشطة الحاجات الفعلية هتكون اونلاين هل هو هيقدر يتعامل مع التاب ان هو يستفيد منه ويتعلم منه بس اه طبعا بس ايه الفكرة ايه المسموح وايه البديل تمام يعني انا اكتر واحد اعرف اقدر ابني مميز في ايه فساعيت هقدر مثلا هو ذكي جدا في معادلات فابعمل له حاجة كورسات اللي هو اونلاين برينجيم هو قوي جدا في الرسم فعمل له كورسات رسمة كمين فابدأ استثم بس وقته فيلاقي مثلا وقت الفراغ اللي بستة ساعات هو بياخد كورس انجليزي هو بياخد كورس اونلاين مثلا في المادة او في الحاجة اللي هو عنده قصور فيها بيشتغل في المواهيبة بتاعته فيلاقي مثلا الستة ساعات بدأوا ساعتين فانا انا ضد المنع عشان هيمسك الموال او التابت من ورايا فانا موضوع الموضوع يتحول للسرقة مرضية فانا ممكن اعمل ده انه نقتل وقت فراغه مع ايجاد البديل عشان ميوداش ما خلاص انا مدرش اقوله وتبعد جنبي اكيد لا لو كان صغير خالص تحت سبع سنين ممكن اودي له مكعبات استرصال حاجات اللي فيها الواني فيها تلوين عشان نزاوي تركيزه لو اكتر من كده كورسات كورسات اونلاين في الموهبة بتاعته وفي الشيء اللي عنده قصور فيه طيب طيب لما الاجهزة دي واللي انا بنشوفه برضو ان احنا بتسبب نوع من انواع التشتيت وعدم التركيز ازاي يساعده ان هو يرجع لبرحلة التركيز الطبعية او النورمال بتاع اي حد طيب خلني اقول في حاجات في البيت ممكن نعملها غير برينجم بمعنى ايه اعنا ممكن في البيت بابدأ اعمل حاجات مركبة اوام مركبة يعني اقول له افتح الدرج الاوليني الدرج الاول بعد كده الدرج التاني بكيخش على مطبخ هات كذا فابدأ عامله اوام مركبة احنا نكلم ده لعمر كام لكام يعني يعني احنا كده نحدد شريحة عمرية الشريحة العمرية ده من اول كيجيوان من اول كيجيوان يعني لا من كيجيوان مثلا حد مكبير انا بس بعمله اوام مركبة ان انا هو مش فاهم انا بعمله ايه بس انا بعمله لحد تنشر سنة مثلا تمام الاوام مركبة كتير عشان يبدأ المخ يده يركز معاك تم حاجة في نفس التأويت بعد كده بابدأ احكي له اي قصة بعد بحكي له قصة اقول له حكيه نفس قصة بلازم يحكي نفس الخطوات تمام بعد كده باب صعبه بابدأ احكي له قصة قبل ما نام بعد كده ما نسحى ايه قصة حاجاتك مبارح بنبدأ نعمل الحاجات اللي فيها الخرز شغلي فيه خرز ده عشان يبدأ بس اشغل تأوزره ببصري ويبدأ يركز التاع الصغيرة خالص خالص الصغيرة جوه الحبل بتاعها العقد تمام بعد كده بابدأ حاجة اسمها لابد جماعة حيوان نحن كنا نعلم به زمان الحروف العربي والانجليزي فيبدأ بس حاجات اللي ممكن اليفئي دي كيبية اقدر عملها بعد كده بابدأ اشتغل على حاجات برنين جيم لو دفل عالنت كتيرها موجودة برنين جيم كله فاكرته ان هو بيدرب المخ زي عضلة زي يعيد تركيزه مرة تانية تمام طيب لو احنا قلنا ان احنا خلاص حاولنا معاه ودخل لمرحلة التركيز هاك قلت من شوية ان فرط الحركة بيكون معاه تشتيت الانتباه مزبوط هل اي طفل مشتت الانتباه بالطبيعي لازم يكون عنده فرط الحركة خالص لق احنا عايزين نفرق بقى نخلي وليه الامر او الاب والام يقيموا طفلهم و ها اعمل ايه لو انا لقيت عنده فرط حركة طيب دي حاجة مهمة قوي انا اعمل ايه بقى هعالجه ازاي ايه الخطوات هل انا اروح بيه لاخصائي هل انا ابتدي معاه الاول في الخطوات بسيطة هقدر اقيم ده ازاي طيب احنا قلنا الشعوي الشعوي طبيعي هو بيركز فترات طويلة و بيقدر يسمعني كويس و بيقدر ينفذ الاوامر بس فرط الحركة مصاحب لحاكتين الاول اول مرحلة تشريد انتباه هو دايما بعد عشر ديئة مش قادر يعود كل شوية مش قادر يعود كل شوية يقوم ويجري وتنطط اللعب اقصى حد ليه عشر دايق ده دي اسمق ده فرط حركة مصاحب تشريد انتباه او مرحلة تانية توصل او اعط بعض الاطفال حركات لايرادية ممكن يبدأ ييزي نفسه او ييزي الاخرين ده النوعين بته فرط الحركة طيب هل وردة اللي هو يبقى عنده نقصه تركيزه تشريد انتباه ومعندوش فرط حركة اه طبعا ورد سبب كتير قوي بتكون منه الالكترونيات او في رجع التليفزيون او مع نوبايل او عدم تشغيل مخ يعني هو بقاله فترة مثلا عدين من شهر اثنين او شهر سبعة هو قصلا ميفكرش فالمخ زي عضلة يعني زي مثلا انشتاين عضل مسلطة عصبية او اكتر عضل مسلطة عصبية في المخ عشان كابيبدأ يعمل اردر كتير قوي في نفس التوقيت فدي نفس الفكرة حاجات دي بناخد بقى بناخد اومجاسري اي نوع من ادوية بعد كده اسماك بقى متكاتل الالبان وشقة ده كله بعد كده بابدأ اروح ادي برينجيم او انا مفضل لو اي او يعمل ما بحس الابني عند فرطة حركة راح الدكتور عشان اعرف هو اي نوع من انواع وابدأ اشوف اي نوع من الامجاسري ياخده لسنه حاضر يا رب تمام الهدوء بقى زيادة عن اللازم مقابل فرطة احركة في اطفال بيبقوا هاديين قوي هل ده تعتبر حالة ملاضية؟ دي على حسب عمر قد ايه يعني في احنا قلنا فيه اكتر من الشخصات من اطفال الشخصات الجريئة الشخصات القوية الجريئة دي ممكن تحول باكلة بجاحة اللي انا معرفش اقنانها او الشخصات القوية او الشخصات المتوضع باكلة الشخصات خجولة اللي انا ممكن يكرم عليها اللي هي هادية شوية دي طيب هادية شوية دي فيه شوية معالم حواليها هل هو عنده نقص في التحصيل الدراسي؟ هل هو بيخاف يكون اجتماعه ده من الناس؟ هل هو عنده سوء تخزية سواء نحافة مفرطة نحافة جديدة او سوء مفرطة؟ هل هو بيخاف يكون علاقات جديدة؟ لو ده مصاحب للهدوء لا يبقوا عنده مشكلة اللي بقى ادخل انه عندها مثقه بالنفس بعد كلا يخش في حاجة اسمها متلازمة العالم الافتراضي مع نفسقه بالنفس تماماً بس لو مش مصاحب لحاجات دي وهو هو هادية والمتحصيل الدراسيب كويس بتاعه وعلا فيه يتعامل مع اجتماعات بس هو خجول شوية مش مشاكل خالص بس المشكلة اللي احنا لو بنعاني او نصف ولادنا دايماً انت خجول اصلا هو مش عارف ايه فده ممكن يزود الكيرف النزول تماماً بس لو مش مصاحب ليه حاجة هو شخصية هادية ده نمط من السلوك عشان عمال يقولي الوقت خلص الوقت خلص في التلاتين ثانية كده سريعاً روشيتة بسيطة فخطوات ازاي الاب والام يتعاملوا مع ابنهم ازوجنرال في كل حالاته خلينا نتعامل دايماً بالثواب الاول اللي احنا نحط له بسكولشيت او صندوق هداية خلي ايه ابنك لو غلط اول مرة قعد يتكلم معنا الاول بص في عينه خلي بلك من نبرد صوتك ونظر تعينك وفهمه ما يمش ده يعني لو غلط ايه البديل بعد كده يعمله لو كرره تاني ابدأ بالحمن العاطفي مش هتكلم معك لمدة نصف ساعة بعد كده لو زوده خليه يعمل اشياء اضافية جوه البيت وخليه صلح الخطأ اللي هو عمله عشان ما يبدأش كلام مرة تانية خلي دايماً ندي لولادنا اختيارات عشان نقوي ثقاتهم بنفسهم خلي دايماً الحب المعتدل ما تخليش المقارنة خلي دايماً عجبك حاجة في نور واختبس احسن حاجة في نور احنا اساعدنا جدًا بيك وبوجودك معنا وكالعادة في كل فقاراتنا ما بنلحقش ان نستفيد من ضفنا شرفنا بيك جدًا وساعدنا بيك وإن شاء الله انلجنا لقاءات تانية نشكركم ونتمنى انكم استفدتوا من الفقرة من بتاعتنا ونلقاكم بعد الفاصل مع الاستاذة شايماء قبيل مدربة اللقاء البدنية